بخطا ثابتة تواصل الجزائر مرافعاتها لصالح الدول النامية داخل الهيئات الأممية ومن منبار الأمم المتحدة تجدد الدعوة لإنهاء سياسة تهميشها في المؤسسات الدولية للحوكمة الاقتصادية بإقامة نظام اقتصادي عالمي عادل وشفاف يعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ضرورة وضح حد للتهميش البلدان النامية في المؤسسات الدولية للحوكمة الاقتصادية على اعتبار أن هذا يستمر في تغذية عدم الاستقرار مع الدعوة في هذا الصدد إلى إقامة نظام اقتصادي عالمي قائم على العدالة والموساوات السيادية والترابط العالمي والمصلحة المشتركة للوصول إلى ذلك تواصل الجزائر دعمها التعاون فيما بين دول الجنوب النامية وتنسيق مواقفها إزاء المسائل المطروحة على المجموعة الدولية في جميع المجالات مطالبة الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها بخصوص الدعم المالي للبلدان التي تواجه أزمات حادة خاصة في ظل التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية ندعو مجددا البلدان المتقدمة للوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال لا سيما في إطار ضرورة زيادة الدعم للبلدان التي تواجه أزمات حادة جراء الجائحة والتي تفاقمت وإذا ما رحبت الجزائر عبر مندوبها الدائم بالأمم المتحدة بالمبادرات المختلفة التي اتخذها الأمين العام الأممية وكذا الحوافز التي اعتمدها صندوق النقد الدولية فضلا عن مجموعة البنك الدولي ومجموعة العشرين فإنها شددت على أن تحقيق التنمية كما هو مأمول لا يتأتى إلا باتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بالديون السيادية والتمويل الميسر لمساعدة الدول النامية خاصة الإفريقية منها لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ترجمة نانسي قنقر